نوجه تحية إجلال وأكبال شعبنا الشقيق في دولة البحرين الذي ما زال يتصدى لنسج علاقات مع هذا العدو المجمع من مجموعة لا تمثل الشعب البحرين من خلال مزيد من الهاولة والتطبيع والذي أكد الشعب البحرين الشقيق بأنه مساندا وداعما لقضية العرب الماكزية قضية فلسطين وما زال داعما لمسيات العودة واعتبع كل هذه الخطوات التطبيعية من هؤلاء المتجفين والخوانة هي طعنة لمسيات العودة هي طعنة لنضال وكفاح شعبنا هي طعنة للتضحيات الجسام التي لم يقدمها فقط شعبنا الفلسطين بل الأمة العربية والإسلامية جمعاء لذلك لهم كل التحية والتقدير ونقول لهم نحن وإياهم معا وسويا حتى تحقيق أمال شعبنا في الحوائية والعودة والاستقلال وإزالة هذا الكيان المصطنع